موسيقى كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر في حزب الليكود الحاكم أن الأحزاب المرشحة للانضمام إلى الائتلاف الحكومي تطالب رئيس الوزراء المكلف بن يمين نتنياهو بميزانيات طائلة وغير مسبوقة وقالت ذات المصادر إن نتنياهو يواجه مأزقا اتلافيا بسبب عدم تمكنه من تقدير حجم هذه المبالغ ومصادر تمويلها خصوصا بسبب عدم تحديد هوية وزير المالية القادم ورغم إعلان رئيس حزب كولانو موشي كحلون أنه يطالب بالاستمرار في منصبه كوزير للمالية إلا أنه لم يطرح هذا الطلب رسميا أمام نتنياهو كما ورفض تعيين طاقم مفاوضات اتلافية عن حزبه وطالب بالتحدث مع نتنياهو مباشرة